بدأت الدراسة وبدأت في التجارة بدأنا خطوة خطوة نبدأ المتعة أن نبدأ ندخله كيف أبدأ في المشاريع ويحكي لكم أنهم لاحقين الآن أحكينا أول خطواتك في التجارة أول خطوة في التجارة جيت مع الخال من ولاية ميلا بلدية مينارزارزا هي بلدية نائية ونقدر نصنفه أن ولاية ميلا تقريبا تصنف كاملة كولاية ديل فاتجهت له هنا للعاصمة عند الأب نتاعي كان يعمل هنا حارس في مصنع لما رحت لتمداني خالي لما دقضقت في الباب فتح لي الأب نتاعي تفاجأ ما كانش على بلوب لي زي للعاصمة قال لي واش جيت الدير هنا قلت له بابا ساهل ندخل ونحكي لك دخلت وحكيت له قال لي كان يا ولي دعيت لي دبرت لك خدمة وجيت قلت له واش عليه غاد إن شاء الله نتكله على ربي وفيها خير تاجهنا إلى سوق الخضر والفواكه بالجملة بالكاليتوس حوسنا بكل أب تاعي حوس لي على الخدمة أربي يحفظه ويطول في عمره يحفظه أمين أمين كنت تبات للمطعم آخر بحكم أني حبيت نزيادة الأجر خدمت بستمائة ألف لشهر خدمت تقريبا واحد تلت شهر وين كنت بات وين كنت مع الوالد؟ كنت خدم في المطعم كنت نبات مع الوالد لكن بعدها قررت تخلي عن المطعم واتجهت إلى باش نخدم حمال خدمت حمال لمدة عام ونتقلت من المبيت من عند بابا بيجانب السوق لتما مبات في حاوية شحن الموانئ كوتونيار تحديد مبات للداخل في الشتاء برده بزاف وفي الصيف سخونة يعني سفريت لصفرانس كبيرة كبيرة بزاف ولكني صبرت عانيت صح عانيت ولكن كانت الشجاعة والمطابرة والإحلام كانوا يجعلوني أني نزيد نستمر كنت تقول باللي هذي غلطة لي خليت دارنا بيمة وقرايتي وجيت شغل بداية صعبة جدا أنك تبات في الزنقة وبعيد على أهلك وتحمل ودهرك والوجاعة يعني مش بالسهولة هذي تحمل فيها خدمة شاقة كنت تجيك هكا في بارك تقول وش داني صدقيني الأخت سارة والله غير في ليلة من الليالي جبت دراهم اللي طميت من الخدمة وبديت نبكي مالله صفرونس وتال معييت وشغل التعب والمشقة حكمت دراهم اللي تنبكي ونقول عليها ما كملت شقرايتي وجيت لهذه المعيشة اللي فيها بزاف التعب والميزيرية كيف ش كنت قدرت تخبي دراهم ويا كانت غير خمسمائة آلاف كي الأشخاص اللي يخلصوا بالملايين تخلص لهم في سمانة و الله غير كيف ش كانت طريقة؟ كانت الطريقة هي الإدخار وما نصرفش بزاف كنت يعني ما نصرفش بزاف ش حي كنت تصرف زيما في النهار؟ كنت يعني ش حي كنت تدي في النهار؟ كنت أسكو في الحمار كنت تخدم يخلصوا في النهار؟ تخدم بالشريطة ش حال كل نهار ش حال تصور سبعين تمانين حتى المية ايه؟ كنت يعني نوصل حتى أني نفطر بخمسة آلاف كاشير وفروماج والعشاء كان الأب تعي طيب كنت متعشا معها وباقي الأموال نخبيها فرس كل مفزد ما ينجحش في حياته؟ ما ينجحش ما عندوش الرأي ما ينجحش صح كانت أحلامي أن هذا بعيدة خدمت لي مدة عام بات بره طحت علي يشتا لمدة عشرة أيام وأنا بره بره اشتا طيح وحملت حتى كان يوم قدوم الأخ تعي الكبير هو الأخت اللي هنا العاصيمة لعند الأخت المتزوجة في بلدية خريسية علموا بالحالة تعي جاءوا لعندي الكاليتوس لما دخلوا الأخت والأخ شافوني وين بات هناك كانت الكارثة الأخت تعي والأخ يبكيوا بكاء شديد يعني قالوا لي الأخ تعي تبات هنا والأخت قتلي دوك تهز حويجك رفضوا لي حويجي وبالدموع يعني في ثلاثة كنا نبكيوا لا خطرش حياة مأساوية جدا ألفدنا أهم الدوني لعند الأخت التاعي الكبيرة المتزوجة هنا في خريسية واللي تمقيمه هناك خدمت طبلة دخان تم هنا في خريسية مدة قسيرة جدا وعاودت عاودت رجعت للأحلام التاعي مطعم خدمت تمه في المطعم التاعي في المطعم واحد معرفة لمدة قسيرة جاني هاتف من عند صديق كان يعمل طباخ في بوزرية هنا كانت نقطة التحول قال لي تجي تخدم لهنا بأجر عالي روحت تاجهت لبوزرية بديت نخدم في المطعم كنادل نسرب مأكلات سمع عاودت رجعت من الأوانيل عاودت رجعت كنادل مع أنت ما حسيتش بلي كين ما كاش تطور كبير كين تطور تقدمت وكنت نحلم باش نزيد نتقدم لأني كنت حاب لخطرش هذه المطعم فيها سلسلة تبدأ من غسل الأوانيل لنادل إلى طباخ الشخص هذا كان يحبني بزاف قلت له تقدر تعلمني الطاحل في مدة تعسمانة علمني الطبخ وليت طباخ كي وليت طباخ بعد مدة قسيرة انتقلت المطعم بيجانبه وليت أنا الطاحل وليت نطبخ ومبعد زادت الأحلام التاعي باش نزيد نكون ناجح لأني قد ما زيد نطلع قد ما يزيد المدخول كانت هناك مكتابة بيجانب المطعم اقترح لي يا مون المكتابة أني نطبخ في المطعم صباحا من السادسة صباحا حتى العشرة وبعدها نكمل العشرة ليلا في المكتابة فوافقت من أجل أجرين باش تخلص الصباح وقعد عندك زوج مداخل مدخل أول تعال المطعم ومدخل ثاني تعال المكتابة وهذا الحكاية تعال المكتابة نقدر نقولكم بلي كانت الانطلاق القوية لمحمد سنعود ونرجع لكم محمد